اشتركوا في القناة بفتكر بصد بن شرقي وبفتكر اللحظة دي يعني يمكن مهما كان ومهما عد علينا الكرة دي كلها كأنها انا حتى بحس افشى لو جات له مئة مرة مش هتعد عليه حاجة زي كده هي كانت محتاجة ان احنا ناخد البطولة دي ربنا كان كاتب لينا البطولة دي احنا عايشنا اجواء صعبة جدا عايشنا اجواء فيها يعني حالة كده ان انت بدأت تلاقي المتمسك بالانتماء قوي يعني بيكر من بين ايديك احنا فاكر وقتها فالس لما اتكلمنا قلنا ربنا يجعلها بطولة المخلصين كان فيه اربع لعبين في صفوف الفريق يعني واحد تل والواحد تل والاخر وحصل ازمة كبيرة ولقاء تلفزيوني شهير مع احد من كانوا ابناء النادي الاهلي واختار طريق مختلف فكان فيه هزة نفسية وبدأ الاعلام يروج لفكرة ان النادي الاهلي نفسيا مش هو الافضل ان ما فيه السيطرة على المكتب والملعب ان القصة بيت صعبة حتى تم الترويج لده من خلال مباراة تحصيل حاصل في الدور التاني لكن الحقيقة كان يعني لكل مكتب نصيب يعني كنت دايما بقول لا ما هو لازم يا جماعة يعني يكون فيه فيه نهاية جيادة للازمات دي لازم يكون حاجة نقول عليها يا جماعة لا هي صح الا الصحيح لان كنا يعني هنفقد البصلة بشكل كبير جدا عشان كده كانت لحظة انا بشوف لحظة تجلي من محمد مجدي افشا من اروع ما يكون لو قررنا مئة مرة ربما لا تأتي وعشان كده انا بختلف مع ناس كتير جدا في مدى قيمة هدف افشا ومدى قيمة هدف ابو تريكا في الفين وستة انا قلبي متعلق بهدف افشا بشكل كبير جدا بل انا بساعات والله لما افشا يبقى بيقدي بعض المرات بشكل لا مقلومة كانة اللي هو يعني هعدها لك عما افشا بس تدوس على نفسك شوية لان بجد بجد يعني كانت من اغلى البطلات في تاريخ النادي الاهلي بل هي بالفعل اغلى البطلات في تاريخ النادي الاهلي مش عشان على منافس ما هنخدنا بطلات كتير على حساب المنافس ولكن لان البعض ظن قبل البطولة دي ان الاهلي هويته بتتمحي ان الصورة الزهنية عن النادي الاهلي ان هو نادي البطل إن هو لو عايز تصنع المجد فأنت مقدمكش جر طريق النادي الأهلي لو عايز تحقق بطولة فأنت مقدمكش جر طريق النادي الأهلي لو فعلا أنت إنسان طموح بجد فما كانك هنا في النادي الأهلي مش في أي مكان آخر بطولة القاضية أو بطولة النادي الأهلي أنا بشوف إن قبل المباراة وفكرة نهاية القرن وفكرة التعبئة دي خلتنا فعلا لازم نقارن بفكرة 2006 في حاجة يا جماعة 2006 أنت ممكن تقارن صعوبة مباراة فتقول أبو تريكا والهدف وفي آخر دقيقة وهو بيشوت والكرة بترجع له من أول كابتن شاري محمد أنت عايش أجواء وطبعا نستالجيا كده بترجع لها وبتحس مشاعر وبتعيش كل ده تمام أنا معاك بس أنت عندك جيل واخد 2005 يعني أنت عندك جيل واخد دوري أبطال أفريقيا 2005 عندك جيل وضع مختلف عندك جيل قصته مختلفة عندك جيل لسه بحق نجاح إنما في 2019 أنت عندك ظروف مختلفة أنت عندك كل حاجة أو بطولة القضية عندك ظروف مختلفة عندك خسارة من صندوق واجعة عندك آخر مباراة واجعة إحنا إزاي جماعة ما بنقارنش الظروف أنا عارف أنت لو قارنت إحساسك بعد أنا عارف المباراة صعبة وإزاي أحسيس جواك أنت بترجع تسترجحها وبتريكا وقصة فالموضوع مختلف إنما لما تيجي بقى تحط معطيات وتقارن بشكل عملي لا بطولة نهائي القرن أنا بشوف أن هي لا يمكن تقارن بأي بطولة في تاريخ النادي الأهل أنا في رأي كده لا يمكن لأن أنت عندك بطولة قبلها بتخسر بخماسية تخيل بطولة بتخسر بخماسية أمان سانداونز وينادي الزمالك اللي ما خادش دوري أبطال أفريقيا من 2002 بيتوج على حسابك أنت سانداونز اللي كسبه لما وصل للنهائي وييجي تتحليل فرصة مش قادر يحقق الغياب ده البطولة دي بعد كل الغياب ويجي معاك أنت يكسبك أنت إحنا بنتكلم في إيه الموضوع كان حيكون قصوته لا يمكن تتخيلها خروج بخماسية ثم خسارة للزمالك اللي ما خادش البطولة من 2002 ثم الظروف اللي بره الملعب الظروف اللي بره الملعب اللي كانت معيشانا قرق قبل المباراة وحاسس صعبة جدا أن البعض مستني هو خلاص عارفين أنتو فكرة كده فتح الهويس خلاص كل حاجة وكل الشرور وكل المكائد وكل حد عايز يشمت فيك وكل حد عايز يضربك وكل اللي مشيه فعلا زي مؤسامة قال لكم عايزين يقولها هادي النادي الأهلة ها بعدنا ها لا بطولة القضية هي اللي خلتك لما تيجي تتكلم عن عبدالله السعيد تقوله ده أنت بعد بعد ما مشيت احنا حقانا برونزية وحقانا واحدة من أعظم بطولاتنا في التاريخ قدام نادي الزمالك وحقانا بطولة غالية جدا وهي لقب البطولة التاسعة وحطوا يا جماعة في ظرف انت كان عندك البطولة غايبة من 2013 كل دي معطيات ما ينفعش انجراتها هي دي اللي خلتك تقول لما ترجع في موقف يخص صحمة فتحي انت اخترت تخرج من النادي الأهلة بس النادي الأهلة حقق ايه هي اللي خلتك تقدر تقول لما كنت بتقول لرمضان صبحي معاك ساعة واحدة حدش يجي لما تقول كده يضحك ايوه يضحك كان معاك ساعة واحدة وانت حققت بعد رمضان ده انت خسرت البطولة بعد ما رمضان مشي واخسرت أصعب بطولة وأقصى بطولة حط كمان المنافس اللي ما خدش البطولة من 2002 وجمهوره اللي بيتوج بالدوري والكاس مصر بيبقى رد فعله ايه تخيل ياخدوا البطولة دي على حسابك كل دي أجواء يوسامة تخلينا لما نيجي نحط في كفة وكفة ايه جماعة لا ونقطة تانية كمان مهمة انت كان عندك مدير فني عامل حالة من الاستقرار الفني محق بطولة الدوري محق بطولة الدوري فبتجيب مدير فني آخر وبتلعب وبتفكر بره السندوق بس ميسي من بره السندوق بيسجل هدف للأرجنتين ده حقيقي ده لازم وانت بتتكلم عن بطولة كبيرة وبطولة عظيمة فييجي أفضل لها في العالم يسجل هدف احنا اللي تنين متوقعين المكسيك تاني فالمجموعة دي بايزة اللي نحمل لتنين يسجل يسجل والقولة بايزة ان شاء الله ان شاء الله القولة هتبوز برضو ان شاء الله فطبعا كان عندك موقف صعب جدا ان اجواء بقى المحيطة بالمدير الفني ورحيل ريني فيلر خليك مش هتكلم عن مبارات الهالي السوداني وازاي انت كنت يعني قبكة وصينة وادنى من توديع البطولة في الظروف انا عقاس فقولت ظروف كانت صعبة جدا جمهرية صعبة جدا هدف في اخر لحظات لولا ان فيه تحكيم وقتها كان مركز بشكل كبير جدا وكان حامل راية مستيقظ ومنتبه للقطة كان ممكن نبقى بره بطولة زي دي بسبب خطأ تحكيمي ولكن ربنا اقرب ان انت تصل للمجرامة قبل النهاية فييجي فيروس كورونا ويبدأ مرحلة التشكيك من بعض المنتمين حتى للنادل الهالي في مدى قدرة الفريق على مواجهة الوداد وتحصل ازمة كبيرة جدا اسمها ازمة رحيل ريني فيلر بعد ما تعرض لانتقادات وبعد ما نجح الاعلام الرياضي يعني بشكل يعني عام كده يتحدث عن هبوط مستوى النادل الهالي وريني فيلر ورحيل اللاعبين فبدأ حالة من التشكك وبدأت الحالة من التشكك دي بتقبل حالة من الثقة في المعسكر الابيض فرحيل ريني فيلر من 1 اكتوبر واحنا عندنا مواجهة مع الوداد بعد اسبوعين او 3 اسابيع نص نهائي اه نص نهائي واول مباراة لك هتبقى بره ملعبك فبتروح تجيب مدير فني من جنوب افريقيا فتلاقي الاعلام مكمل في نفس المنهج انتقاد وتنمر للمدير الفني والاختيار للمدير الفني والتمخض الجبل فولدا مش عارف ايه وحاجة صعبة جدا وبدأنا يا جماعة طب نصبر طب نشوف لكن جامعه النادل الاهالي الامانة كانت عندها ثقة كبيرة جدا في بيت سومسيماني اللي كان قادر انه هو يعني يخطف قلوب جامعه النادل الاهالي قبل التدريب النادل الاهالي بعد التدريب فيه ناس انقسمت بالتأكيد عليه ولكن قبل التدريب كان القرار من مجلس دارة النادل الاهالي ومن الكابتن محمول خطيب كان برر الصندوق مختلف تماما مفاجئ للجميع ان انت تعتمد على مدير فني يعني رئيس جمهورية جنوب افريقيا اصدر بيان بيان متعلق بان مدير فني راح يدرب النادل الاهالي وقصة كانت كبيرة جدا ولكن الاعلام الرادي كان بيحاول يحبت هذه القصة يحاول يقلل من بيت سومسيماني بيت سومسيماني مدرب على قده هنشوفه في مواجهة نادي بيرامدز بيلعب اربع امبروات في الدوري فتلاقي الانتقادات كبيرة جدا ويبدأ بقى يعني ايه النجوم التحليل للأسف اللي بيعملوا أعلانات يبدأ يتكلم عن طريق جسم بيت سومسيماني ولون برشة بيت سومسيماني وكلام كتير جدا كان مستفز الجمهوري النادل الاهالي وبيحاول يقلل من عزيمة المعسكر لكن كان عندنا العيبة رجالة دخلنا مبارات الوداد فوزنا على الوداد في ملعبه 2-0 جينا هنا أكدنا الفوز 3-1 بس كانت لسه الأمور لم تحسم ليه لم تحسم؟ وده اللي أنا بقوله ان نادي الزمالك فاز على الرجاء أيضا ذهابا إيابا واللقطة الشهيرة اللي انتم فاكرينها مصطفى محمد وطرق حامد يعني محترفين حاليا خارج نادي الزمالك كانوا بيتكلموا ان احنا ماخدناش انذار وبدأ الحديث عن ثقة كبيرة جدا في المعسكر الأبيض وميده يطلع يقول أنا مش هتكلم عن أي خبر سلبي في نادي الزمالك ويوجه الأخبار السلبية تجاه النادي الآلي ومحللين أهلاوي يطلع يقوله نسب فوز الزمالك 60-40 فكان وضع صعب جدا كنا ازاي هنقول ما قولت الكابتن محمود الخطيب أنا مزعلان منهم أنا زعلان عليهم لو ما حقناش البطولة دي البطولة دي اتحققت بالعيبة رجالة بجهاز فني على أعلى مستوى اتفقت عليه أولى من التطفق قدر يواجه مباريات صعبة جدا في وقته حساس جدا كان عنده خبرات التعامل مع المباريات الأفريقية وكان آيل أنا مش هتغلب من نادي الزمالك بنفس الطريقة اللي تغلبنا بها كان آخر مبارياتين سواء في السوبر براقلات ترجيح أو مباريات 3-1 فأجواء فارس عاشناها بشكل مهم جدا بس أنا عايز أقولك للأسف حكم المباريات جاله كورونا آه حكم المباريات جاله كورونا على فكرة بمناسبة قصة التحكيم يعني غربال يا جماعة إحنا بنتكلم عن حكم لما تشوف مشاركته في كأس العالم تشوف التقارير الأجنبية اللي بتتكتب تشوف الناس بتوصفه إزاي مقارنة بسيكازوي هذا الحكم اللي هو أنا بقول يعني كابتن واي الجمعة الأمانة قالها في الستوديو وأنا كنت سعيد أنه هو قال بهذا الوضوح النعار على الكرة الأفريقية أنه تخلي ده الحكم أحد الحكام اللي بيمثله أفريقيا في كأس العالم بكل راجل موضوع مباراة تونس في كأس الأمم طب خلينا أقول لك حاجة مقطعة كده آه طبع عار على التحكيم المصري أن يكون ممثل التحكيم الأفريقي هو سيكازوي لما بننتقد هنا التحكيم المصري بننتقد من أجل مصلحة التحكيم المصري فتخيل الحكم الممثل لأفريقيا حكم ساحة هو سيكازوي والناس هنا بتتحدث عن أن التحكيم المصري بخير قلت هلكم وهفضل أقول هلكم التحكيم المصري والله ما في خير ده حقيقي وعشان كده مصطفى غربال حكم كبير حكم مميز وحكم يا جماعة هو أخذ خطوات دايما واخذ خط مميز وكان من حكام اللي بعد كده وعلى فكرة المباراة دي فرقت معا جدا يعني أنا بشوف أن المباراة دي يا جماعة فرقت معا في بطولات اللي بيروحها في نوعية البطولات في كأس عالم أندية في انضمام الكأس عالم في إرساء فكرة أنه لا ده الحكم الأفضل اللي حكم السوبر الإفريقي مباراة فرقت لأنه هو فعلا كانت قراراته فيها منضبطة كانت قراراته فيها مميزة ويمكن بعد المباراة نفسها ما كانش حد بتكلم أنه في حاجة تحكمية إلى أن بقى نبدأ ندور على أي حاجة نتكلم فيها لا ده أثناء المباراة أنت طبعا فكر الفيديو الشهير اللي كان الكاف بسه من مقاعد بودلاء النادي الآلي ومقاعد بودلاء النادي الزمالك كان أثناء المباراة كان لعيب الزمالك بيشيدوا بالتحكيم وقالوا الحكم النهاردة عشر على عشر إشادة ولكن هناك شخص واحد لازم يتبع قصة المؤامرة في كل شيء حتى لو أنت عاد تكلموا لمدة 33 سنة تقريبا سيظل بنفس الفكرة مش هيقدر يسمع ولو سمع مش هيقدر يستوعب والعمر العقلي يعني بعيد قوي عن العمر الزمني فهيفضل يتقال وقولت لكم قبل كده بعد عشرين سنة الفين اتنين واربعين إذا ربنا إدانا الصحة هتلاقي فيه شخص أو ابنه بقى يطلع لنا ويقول كان فيه ركل الجزاء لأشرف بن شرقي على أيمن أشرف الحقيقة الكابتن ياسر عبد الرقوف زي كل خبراء التحكيم اللي أجمعه على أن قرار مصطفى قربال في اللقطة دي كان قرار مميز جدا وأن الفاول على أشرف بن شرقي مين اللي قال الكلام ده الكابتن ياسر عبد الرقوف فين قال الكلام ده في قناة نادي الزمالك الطبيعي إيه الطبيعي لما يتقال الكلام ده من كابتن ياسر عبد الرقوف ويتقال من كل خبراء التحكيم أي إنسان عاقل راشد بالغ إنه هو يقف تماما عند قصة أي نظرية مؤامرة من حكم اتجاه نادي الزمالك وده اعتدنا عليه وعشان كده محتاجين إن احنا رد فيه ترجمة نانسي قنقر